قامت اللجنة المواقعة المكلفة بإدارة النادي الإسماعيلي بالإفراج عن جزء من مستحقات لعب النادي الإسماعيلي وذلك قبل مواجهة فيوتشار المقرر لها يوم الجمعة القادمة في إطار منافسات الجولة الـ 21 من الدور العام المصري وعلم أن اللجنة قامت بصرف مستحقات اللاعبين من المال الخاص بهم في ظل غياب الدعم الوزاري رغم الوعود التي تلقتها إدارة الدرويش عند توليها المسئولية في أواخر شهر يناير الماضي وترغب إدارة الدرويش في نشر حالة من الهدوء والاستقرار داخل صفوف الفريق قبل تلك المواجهة المصرية التي تنتظر الفريق يوم الجمعة والتي يسعى الإسماعيلي خلالها لتحقيق الفوز للخروج من موقفه المحرج بجدول ترتيب الدوري وتعتبر مباراة فيوتشر هي الأولى للجهاز الفني الجديد للنادي الإسماعيلي بقيادة حمزة جمل والذي تولى المسئولية خلال الأيام الماضية خالفا لأحمد حسين ميدو علما بأن الفوز الإسماعيلي على فيوتشر في هذه المباراة يصعد بحمزة جمل إلى قمة السعادة وترفعه الجماهير على الأعناق أما الهزيمة لقدر الله فستفتح على حمزة جمل أبواب النقد في أوسع صورها من جمهور الدرويش ترجمة نانسي قنقر